اشتركوا في القناة لأن الأضية كما تشاهدون فهي مائلة ولن تسمح بدخول أجزاء الباب إلى الداخل تصميم هندسي رائع شاهدوا هنا معنى هذا الباب كيف يعمل إنه بنظام السكك وبنظام الصحب فكما تشاهدون كيف يرتفع إنه مرآب للسيارة لكن شاهدوا طريقة إغفال وفتح الباب إنها أبواب عصرية وذكية إنها بعرض 500 مليمتر وطول 2500 مليمتر شاهدوا هنا أيضاً أبواب تتسع لسيارتين هنا أبواب تتسع لسيارات كثيرة شاهدون التركيب الحلقي لهذا الباب عن طريق الفيديو المصغر كما تشاهدون هذا الباب ذو الحدائد المدببة منظروا من أين يأتي يأتي من الأسفل ويعود للأسفل أيضاً شاهدوا كيف يتم إغلاق هذه المنطقة بهذا السياج إنه ابتكار رائع للغاية وانظروا أيضاً إلى هذا الباب من تحت الأرض إنه سيشكل صوراً فيما بعد إن ابتكارات هندسية رائعة للحماية وأيضاً لقفل الأبواب شاهدوا كيف صعد وأغلق المكان بالكامل والآن له مساحة تحت الأرض بطريقة هندسية رائعة لتجعله يغطس مرة أخرى كما تشاهدون هنا هذا الرجل يقوم بتفاحص هذا الباب إلى أن يجد هذه اللوحة للأزرار تستطيع من خلالها حفظ الباب أو لا أحد يستطيع الدخول إلى أن يدخل الرقم السري شاهدوا هنا علاقة للمفاتيح لكن ليست أي علاقة إنها مفتاح يدوي أو مفتاح لاسلكي لهذا الباب مستوى عال جداً من الأمان لن تشك به للحظة أنه باب ستظن أنه حائط فقط شاهدوا هذه الغرفة السرية إنها ابتكار الرائع للناس الفضوليين مرحباً بكم سنشاهد في هذا الفيديو مجموعة أبواب ذات تصميم عالي للغاية حيث أن هذه الأبواب تمت صناعتها بدقة لتلائم المكان التي وضعت فيه لذا استعدوا الآن لتشاهدوا أجمل وأفضل الأبواب حول العالم شاهدوا معنى طريقة فتح وإغلاق هذا الباب الغريبة والعجيبة شاهدوا هذا الباب كيف يفتح ويضع في مكان آخر بسراحة أنه غريب للغاية حيث أن زاويته تبدو غريبة أيضاً إن تصميم هذا الباب بفكرتي الغريبة هذه تجعله من الأبواب الرائعة للغاية شاهدوا أيضاً بالأسفل تستطيع الإغلاق عليه بالكامل شاهدوا هذه الأبواب العصرية كيف تفتح تظن أنها تفتح كالفراشة إنها ذات تصميم خلاب وجميل للغاية شاهدوا التصميم والألوان التي تأتي بها إنها رائعة حقاً إنها أبواب حماية عالية الآن شاهدوا كيف تغلق بعد أن فتحت تصميم رائعة ومبدعة حقاً إنها ذات مستوى عالي من الأمان شاهدوا معنا هذه الأبواب الضخمة والكبيرة شاهدوا معنا هذه الأبواب الضخمة والكبيرة في الأبواب فإنها تفتح وتنغلق لوحدها شاهدوا إنها تميل بزاوية كبيرة تستطيع فتحها وإغلاقها بأي شكل من الأشكال كما تشاهدون إنها تفتح لتعطيك زاوية كبيرة كما ترون تصميم هذه الأبواب رائعة للغاية حتى أنه لا يكلف أي مجهود بالفتح والإغلاق فهو بجانبك تماماً تستطيع فقط السحب كما تشاهدون فهو سلس للغاية شاهدوا معنا هذه الأبواب ذات الشكل الرائع والتصميم الجميل فعن طريق الأزرار أو عن طريق التحكم عن بعد كما تشاهدون مرتبطة بالسلسلة والجنازير فتفتح وتغلق كما تريدون شاهدوا تصميمها الرائع حول السور إنها أبواب ذات حماية مغلقة ورائعة الشركة المصنعة تقول أن لا أحد يستطيع كسر هذه الأبواب فهي آمنة جداً فقط التسلق من فوقها هو الأمر الذي لا يوجد له أي حل تفتح على زاويتين اليمين واليسار كما تشاهدون نشاهد معنا هذه الأبواب كما تشاهدون يقوم هذا العجوز بفتحها بهذه الطريقة إنها تشبه الشبابيك أيضاً تستطيع فتح المكان بالكامل لتحصل على نوعية أفضل أو لتحصل على جلسة أفضل شاهدوا هذه الكمية الكبيرة من الأبواب الملتصقة ببعضها البعض والتي يمكن طيها كما تشاهدون إنها سلسة وسهلة التحكم كما تشاهدون موسيقى فقط كل ما عليك فتحها وطيها كما يفعل هذا الرجل أبواب عصرية بتصميم رائع للغاية تجعلها تأخذ حيزاً صغيراً في المكان تغلقوا كل المكان لكنها لا تأخذ إلا حيزاً صغيراً منه شاهدوا معنى هذه الشرفة في هذا المنزل إنها عبارة عن شباك لكنه يفتح بطريقة تظن أنها شرفة فكما تشاهدون تمددوا السياجات الخاصة بها لتصبح كفتحة الشرفة بصراحة تكار هندسي رائع موسيقى تستطيعوا الوقوف وتأمل بعض الهواء تلقي في منزلك موسيقى شاهدوا تجربات عملية لهذا الباب موسيقى وستطيعوا وضعها كما تشاهدون في هذه الغرفة الجميلة موسيقى موسيقى موسيقى